السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نتكلموا على شجرة الزيتون ونستخدموا الثمار ديالها اللي ستكون هي الزيتون طبعا الحل اللي سنرقده شجرة الزيتون هي شجرة مباركة فيها طاقة قوية جدا والدسم اللي فيها هي دسم غير مشبعة كتتبر من الدهون غير مشبعة طبعا الحال والتمر ديالزيتون هي فيها شفاء كما ورد في قرآن الكريم في خصائص عدة فهي كابحة للسرطان وتفرغ المرارة من الحصى ترتب الجهاز الهضمي كتسهل عملية يعني العمل ديالأمعاء وفيها ألياف خاشبية وأملاح معدنية وزيت ديالها طبعا تحروا زيت الزيتون سكريات منعدمة فوائد عديدة جدا لتمار الزيتون وزيت الزيتون لا يمكن أن نحن نحيدو من الغداء ديالنا المغربي والعالمي اللي كيكون رائعة جدا فغد نكتشفه إن شاء الله مع بعض البلاسة اللي أخذت منها الزيتون قو معي طبعا تلحل في جولتي سابقة لموليدرس زرهون مدينة الزيتون الرائعة جدا اللي كيكون هذا المنتوج يعني موجود بين شهر منتصف شهر نوفنبر وشهر دوجنبر إلى غاية شهر يناير فأخذت منه واحد كمية اللي غتشوفه إن شاء الله كي الطريقة ديال البسيطة باش كن أنرقدو وكيكون صالح للأكل بدون مواد حافظة خليت كمية قليلة باش غاد نوريكم فقط طريقتي ولكن ممكن تستعملوا كمية كثيرة طبعة الحال لا حسب الموجود أنا اشتريت كثير در ولكن هادو فقط باش غادي نوريكم لكن ما كتلاحظو خلط بين كبعو باكا يعني كبعو في مونيدريس بهذه الطريقة هادي بالأخضار الأبيض أخضر والأحمر عفوا فساهل وكين حتى الأسود أسود حتى هو موجود أسود عادة طريقة خاصة هادو هذا الطبخ طريقته عادية إذا في الأول كتلاحظو معي قليته واحد الحجرة هاديك الحلم السونة ديال البحر وكن نضربها وكن نضقق ممكن تستعملوا سكين تفلحوا به ممكن تستعملوا هاد طريقة اللي بغيتوا وهدي طريقة سهلة بسرعة تخدم غير ما نضقوش بالزاب حتى تهرس بالعدم فقط كنت تفتح بهذه الطريقة هادي فأنا غادي نكمل طبعات الحال الزيتون كامل وهنا كما كنت شوفو بالسكين غير في اللح فقط هادي شوية هادي اذا سنكمل ان شاء الله ونطلقوه في الحاجة الأخرى اللي سنستعمل سنستعمل سنغسل في النفس الاناء اللي استعمل سنغسله بهذا الشكل هذا نصفي طبعات الحال اذا هنا بعد ما صفينا ناخد القنينة اللي سنستعمل طبعات الحال سنستعمل ناشفة معقمة نمسحها بحلقية يعني من الداخل ومزيان الماء ومن أي حاجة هذي فقط كتحطوها أمامكم في المطبخ ولكن سنستعملوا كمية أكثر طبعات الحال فقط هذا يعني مصغر 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 غير الزيتون تطلق تطلق المرعة من الماء في الزيتون يوم الزيتون يوم من الماء في الضيجة بدون ما ندخلي بديها لان انا عقمت هاد القارورة معقمة اذا كما تلاحظو هاد المهده هو اللي كيتصفى منه الاول فالان غالي ندوز المرحلة الثانية بطبيعة الحال نأخذ فتعة صغيرة الحامض نقسمها على اثنين ونأخذ ورقات الرند حيث لا تكون مفتسة دائما تستعمل ملعقة نأخذ الملح نأخذ القياس 250 كرام في هذه الملعقة متوسطة نأخذ غازي نأخذ ثلاثة ثلاثة لا تكون عمرة ثلاثة ثلاثة هنا كرامة ثلاثة ثلاثة ثم ستعط ثلاثة 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 ملعقة نضيف الملح من الأسفل ومن الأعلى نضيف المطبخ قد تكون رائعا جدا قيمة صغيرة لنضيف المطبخ يفضل كمية كبيرة لنضيف المطبخ احتفظها في المطبخ احتفظ الزيتون سيكون صحيح وطاب ثم نتلقى نرى نتيجة نهائية الزيتون دينا نخضره به ان شاء الله يكون طبيعي ومنزلي اذا هنا كما كتلاحظوا بعد ما مرور وقت يعني خمساتر يوم تقريبا خليته وما زال مازال يقدر يبقى اكثر يعني ويزيد يطيب اكثر ويولي رائع فهنايا كنا نفتحو عليه للقرعة طبعا الحال بملعقة خشبية ناخده الزيتون اللي خاصنا اه وهذا كيكون دي المنزلي يعني مئة في المئة بدون مواد حافظة وكيجي اه رائع ممكن يعني تاخدو بهذه الكمية هادي وممكن تاخدو يعني على حسب اللي بغيتو اه في الطبخ في الطواجين اه في الاكل ديالكم اه اذا هنا هو دول طريقة ديالي كنتمنى اه تنال العجاب ديالكم كنشكركم ووصفة ان شاء الله اخرى بحول الله اهوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه